أهلاً من أستاذ عيند أهلاً من حضرتك اتفضل يا فاند بص حضرتك أنا كنت متجوزة قبل كده من حوالي تسعة سنين وبعدين انفصلت عن جوزي وقعدت بقى لأنني ملتتي كانت تعبانا شوية فأزواء أعدت معيها على فان خاطر أنها متعبانا فما حبيت أن أتجوز فقعدت تسعة سنين طيب فبعد كده جي حد يعني جوزوفتي جيب لي عريسي كده في أولاد؟ أولاد جواز الأولى عنده كان منه أولاد؟ لا طيب تفضلي فجاب لي عريس وقال إنه هو كويس وحد محترمه متجوز قبل كده وكده يعني ممرت ومغلبة شوية فأقلت له طيب مش نشوف فشفت ووتحت لأنه أنا افتحت لأنه هو حد كده يعني مربت عدد وحدت عربينه وكده فأنا حبيت الموضوع عوضي فبعد كده اكتشفنا بعد ما كتب الكتاب فقال إنه هو عايز اكتب الكتاب بعد ما كتب الكتاب اكتشفنا بعد دي يعني حصل خلافات أنا ما اتجوزتوش يعني أنا عارف ست شهور علشان خاطر والدتي قلت له طيب لما والدتي تخف وكده عشان هي عملة بطري في رجلية وأنا بس لأهدا معيها اكتشفنا اكتشفنا خلينا في اكتشفنا ست شهور اكتشفنا اكتشفنا إنه هو الجواز دوات ما كانش سليم وكان عرفي يعني جوازه من الاولينية ولا جوازكم انتو مني انا ازاي يعني؟ واللهي يعني انت روحته جاب على المأزون بس الورق نفسه الورق نفسه ما كانش موسق في الدفاتر الرسمية بتاعة وزارة العدل هو ورق ورق مسلسل يعني مثلا انا عارس انا عارس ورق الاسيمة اصلية يصوروها ويعملوها طبعو كده زي الاسيمة اللي هي الحقيقية المفروض طيب وبعدين وكانوا ثلاث ورقات فحنا كتشفنا ان نجد بس الورقات واجهنا 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 طبعا وهو اوكر قال لا ما احصلش وانا ما كنتش عارف انه ده مأزون ازاي ما هو اللي جايب طيب وبعدين خدنا المأزون وبعدين ودنا النيابة واخدنا الورق وطبعا فين سؤالك يا استاذة هند نعم سؤال حضرتك سؤالي اني انا دلوقتي عايز اعرف يعني انا دلوقتي عايز اعرف انا يعني انا مراته انا يعني هو دخل غش وغش فانا مش فهمه انا 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 مش هقدر اجزم وانا على هوا كده وما سمعتوش مش هقدر اجزم ان هو غش فجش يعني اولا كان جايب سيدة هند سيدة هند اسمعيني بس اسمعيني بس انا عارف ان قصتك ممكن تخلي اي حد تاني ينفعل ويقولك ده راجل جواز وباطل وبنى على غش انت حضرتك معلش بعد اذن حضرتك وبعيد بقى عن حكم الجواز وبعيد عن حكم الجواز العرفي ولا مش الجواز العرفي انت الراجل ده انت قلته صيغة العقد والجواز بحضور الناس والاشهار وحضور الشهود مع وجود الولي وكل حصل الكلام ده اه حصل حصل الكلام ده احنا خلاص متجوزين احنا خلاص متجوزين اما بقى انت ممكن تسأليني سؤال تاني مهم ايه السؤال المهم ده ان احنا نعمل ايه نعمل حاجتين ان احنا لو كنا راضيين عن ده احنا كده كده هنروح نوسق الجواز ده نوسق الجواز ده لان انا مضمنتش ايه اللي حصل بناء على هذا الجواز فاحنا هنروح نوسق الجواز ده صح كده عشان كل اللي احنا بنقوله ده وقت يكون حصل في اطار شرعي خلاص فانت هتروح تتوسق الجواز اول حاجة حاجة التانية بقى بعد ما توسق الجواز ده تعود حضرتك بقى تقيمي علاقة بالشخص ده اللي احد عناصرها هو كان فعلا بيغدر بيكي وبيخونك ولا لأ يعني هو غدر بيكي لما هو قالك ان الجواز ده الجواز رسمي ولا هو فعلا مخدوع وانخدع زيك كده وانا ما ازنش في الحقيقة ان في حاجة لازم نفهمها وانا مش اقدر عشان زوج حضرتك زوج حضرتك مش اقدر عشان زوج حضرتك مش موجود معانا مش اقدر اقولك ان هو كان بيخدعك ولا لأ دي محتاجة شوية التحيات الحاجة التانية ان انت لازم تعمليها خلاص احنا هنحط رقم من ارقام تقييم هل نستمر في الجواز ولا لأ الحادثة دي لكن في حاجة تانية خالص وهي اللي دعيتك الى هذا الامر هو الشخص ده وهو بيتعامل معاك هو دغري ولا مش دغري بيلف ويدور ولا ما بيلف شوي بيدور هو انت لما تجوستيه عشان هو شكله ومظهر ومظهر متدين هو بيتعامل معاك بتدين ولا انت حاسة بالتناقضات انا حاسس في كلامك وانت بتكلميني ان انت حاسة بشوية تناقضات ما بين تدينه او مظهر التدين بتاعه وما بين الايه التدين ده ده برضو عيكون عنصر مهم جدا جدا في التقييم يبقى احنا هنعمل ايه الجواز ده محتاج يتوسق لان الجواز وبعد كده ايه اللي هيحصل بعد كده عن قيم طب ليه بقولك يتوسق يتوسق انا بقول يتوسق ده عشان تحفظه حقوقك فالجواز ده يتوسق عشان تحفظه حقوقك لان هو جواز جواز واحنا ما نتكلمش دوقتي عن حكم جواز العفل لكن بالكلم على ان ده جواز اللي انت عرضتيه علي ده ده جواز نعمل ايه بقى؟ نوسقه زي اي جواز بالناس بتسميع عفل نروح نقول له ايه وسقه الجواز ده عشان تحفظه حقوقك الحاجة التانية قيم الحاجة التانية بقى قيمي بشكل صحيح انت بقى عايزة تستمري ولا مش عايزة تستمري ليه بقى؟ لان واضح جدا 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 ان انت حسيتي بالتناقل بس كمان جزء من التقييم بتاعك ان انت تعرفي لو انه هو فعلا هو اللي عمل حكاية المأزون ده وان الوثيق الجواز مبقاش موسق لازم تعرفي لان احتمال كبير يكون الحالة من بين زوجته حالة مش راضية زي ما هو قاله لك كده بس هو حاب يخبي جواز حضرتك عن زوجته عشان هي لو راحت عملت قد عائلي هيطلع اسم الزوج التانية فيه وعشان كده هو ممكن يكون عمل كده فاحنا عايزين نقيم الزواجة بشكل صحيح عشان نعرف هنستمر فيها ولا لا